لقلة الشمس في بريطانيا تنتشر محلات هذه تانينج شوب محلات تسمير البشرة اللي تابعوني من زمان يعرفون اني احب اتجول بالسبر ماركت في كل سفرة وكل بلد ازورها طبعا تكلمنا عن اقتصادية الحياة شون اقتصادية وشون الناس يبحث عن التوفير شوفوا الاخيار بالحبة يبيعونها كل حبة مغلبة بروحها وبقية الامور الفلفل بارد حبتين ثلاث طماطس حبات وانواع وشكال الطماطس الثوم ثلاث حبات بصل نوعا ما رخيص نسبيا طبعا البطاطة لو تلاحظون انواعها كثيرة جدا وهذا بسبر ماركت واحد يعني اكيد في انواع اكثر وسبب هذا التنوع انه هم عندهم البطاطة يعتبر وجبة رئيسية في اوروبا او من الامور اساسية في الاكل مثل العيش او الرز عندنا في دول خليج فهم عندهم البطاط والقمح كذلك التفاح انواعها كثيرة لانه منتشر جدا وزراعتها سهلة في اوروبا انواع لا تعد ولا تحصن التفاح هذا التفاح مكتوب عليه ما ادري شو يعني هل هو للطبخ ولا اشسال فتا ما ادري عنه طبعا هذا سبر ماركت كبير وفيه تنوع كثير طبعا ورخيص يعتبر يعني بالنسبة للبقالات والمحلات اللي بره يعتبر هذا رخيص جدا لانه من النادر جدا تلقى بالمدن سبر ماركت كبير مساحته كبيرة هذا طبعا بسبب ارتفاع اسعار الاجارات فالسبر ماركت يالله يحصل له مساحة صغيرة واجارها عالي الطماط بعد انواع واشكال ومرخيص لكن اودك تصغر معا بسبب نموط الحياة السريع الناس تفضل هذا النوع من الاكل اللي هو جاهز طبعا هذا للغداء اكثر يكون وجبة اللي يعتبر وجبة غير رئيسية لان الوجبة الرئيسية عندهم عشاء بسبب تواجدهم وقت الغداء في مقر عملهم اما العشاء فهم يفضلون الاكل نصف جاهز يعني اللي هو جاهز للطبخ ما يحتاج اي مجهود تفتحه وتطبخه لانه ما عندهم وقت لاعداد الطعام وبنفس الوقت ما يبون يأكلون مطاعم لان المطاعم تعتبر اغلى طبعا من هذا الاكل نصف جاهز فهذا الاكل يوفر لهم مجهود ويوفر لهم المال ايضا يعتبر ارخص من مطاعم اللي هو نصف جاهز هذا الرف الطويل كله اكل نصف جاهز ويكون موجود هني ببداية مدخل السوبر ماركت لانه من الارفوف المهمة بعدها تجي اعاد اللحوم وغالبا ما يطبخون اللحوم بالويكند وعقد نهاية الاسبوع هذه حتة الشوربة جاهزة بس يسخنونها ويشربونها انواع واشكال من الشوربات حتة الاكل المو مطبوخ سوف مكتب عليه يعني سهل للطبخ مجهز للطبخ شوفوا هذا الخضروات داخل مع اللحم ومتبه الجاهز للطبخ يأتي بعدها لحوم النية طبعا هم قطعها وجاهزة لكن نية غير مطبوخة وتحتاج طبخ كامل ورف اللحوم النية اصغر من رف الاطعمة الشبه الجاهزة اللي مرانا عليها قبر شوي هذا الدجاج ضخم جدا شوفوا ايدي شكبرها يالله تغطي الفخد وزنها مكتوب عليها كيلوين ومتين طبعا احنا عندنا اذا تعددت الكيلو ومصيبة رف الاجبان نسبية صغير من قارتنا ببقية الدول اوروبا لان بريطانيا مو ذاك زود يعني تنتج اجبان مثل فرنسا وهو عنده حتى هذه الاجبان ماركات فرنسية فرنسا فيها اكثر من 400 نوع من الاجبان فرنسا بروحها الحليب الطازج نسبيا غيس طبعا هذا اللي توفر الالقار والزرح في هذه البدان طبعا اذا كان الطعام شبه جاهز فبطبيعي يكون رف طويل للصلصات لان اللي مفاضي يسوي اكل طبيعي يكون مفاضي سوي صلصات وهذا العيش او الرز اكبر تشيس كيلوين احنا اعطي الله خياش 40 و50 كيلو يا اللهك الرحمة العيش او الرز هذا حجمه في كل مكان حتى في الدول تستخدمها كوجبة رئيسية مثل الاسبانيا اذا تذكرون صورت قبل الاسبانيا كانت نفس العجاب طبعا وكالعادة المنظفات تكون جودتها عالية جدا علشان تكون سهلة الاستخدام في المنازل لان بيوتهم ما فيها خدم فيضطر صاحب البيت نفسه هو ينظف فيحتاج شيء سهل لاستخدام وجودة عالية علشان يوفر للجهد والوقت فلذلك تشوفوا الانواع واشكال من الادوات التنظيف والمنظفات مموجدة عندنا وهذا رف كبير من طعام الحيوانات المنزلية طبيعي طبعا معروف السبب رف المياه في بريطانيا مو ذاكل كبر في السيبرماركت لان المياه اللي في الحنفية صالحة للشرب في المنازل ولو تلاحظون الكلانيكس هذا نادر ما يستخدم في اوروبا السبب ان شوفوا هذا العالبتين كلانيكس باربعة ضاونت يعني بدينارين احنا عندنا دينارين تشتري فيهم عشرين الى خمسة وعشرين علبت كينكس هذا رف كينكس فقط بالمقابل شوفوا ورق التواليت شكبر الرف ماله هذا طبيعي لان هذا اكثر شي يستخدمونه في بعض الادوية تمبعه في السيبرماركت وهذا اسمحوا فيه بالكويت مؤخرا بس قبل سنوات ما كان هذا مسموح هذا الركم كله للخمور اللي يعيشون عشانها وينتظرون نهاية الاسبوع عشان يذكرون واللي ما يقدرون ان يقامونه هو دعوتهم لكأس من الخمر شوفوا هذا العامل اللي يرتب اظن مسلم شوفوا شون مسلمين مضطرين يقدمون تنازلات في دينهم عشان يشتغلون في هذه الدول فهو يرتب الخمر وهو مسلم طبعا كل عادة الحاصب سيل كاشير حتى الجيس تختار كيس تبي لان الجيس بفلوس لذلك شوفوا بعض الناس يكون جيس معهم اللي عنده عضوية بسل الماركت هذا يقدر يشتغل قهوة مجانة او شاي شوفوا الطابور كله واقفين عشان يحصلون على قهوة مجانية من خلال السوبر ماركت اتعرف نمط حياة هذه الشعوب في داخل بيته لذلك انا استمتع بهذا الامر في كل سفرة وما افوت الدخول لسوبر ماركت والتجول فيه يدامون هني لساعة خمس او ست ويكون طالع قبلها من الصبح عشان يتفادى الزحمة لذلك يرجع البيت ما عنده وقت عشان يطبخ فيتلقون نمط حياة سريع عندهم يكون اصلا تغدى بالدوام بعده خفيف هذه احدى ضواحي لندن وهذا السوق في هذه الضاحية او هذه المنطقة ويلاحظ ان نمط العمران مختلف عن وسط لندن طبعا في هذه المناطق ما يملكون الامراء مناطق كبيرة مثل وسط لندن وانما هذه مملوكة لاشخاص كل بيت ملك شخص البيوت بها المناطق كلها صغيرة بهذا الشكل وهذه كنيسة ودائما الكنايس تتوسط مركز المدينة حتى السوق صغير وبسيط وجميل وكعادة المدن الاوروبية يكون في وسط المدينة سوق او شارع للمشاة فقط يكون هو السوق ومحلات بسعلميني وعلي سار بسعيب هذه المناطق الصغيرة الساعة ست كل شي مسكر سكر مبتشر مو مثل لندن هذا ارقس اللي تكلمت عنها قبل تم يوم فيه كتلوجات تطلب فيها اللي تبي هذا حجم الكتلوج تختار الصنف اللي تبي كتلوج ضخم جدا وتسجل الرقم وتروح هناك تطلبه بيبونه لك تقدر تدفع الالكترونيا بعد هنا او تقدر تدفع هناك تستلم بالجهة هذه فكرة انه مخزن ويعطيك بسعر اقتصادي بما ان اليوم عن السبر ماركت نكملها بسبر ماركت العربي ونطمن اللي رايح لندن نقول لا تحاتي كل شي موجود العرب مو نخليلك شي تحتاجه كل الاحتياجات مو موجودة حي الصلاة الخبز بانواع والصمون والفطاير والمأكلات واللحم هذه الاجبان البيضة البحوم الحلال والدجاج كل ما يمكن ان تتوقعه التمور والمكسرات والقهوة وعدة القهوة التركية وكل شيء وكأنك في سبر ماركت في دولة عربية لاحظه اختلاف طريقة العرض كل السلع العربية والعيوش بعشرين كيلو مو بكيلوين مو مخلين شي لحظه طبعا السلع العربية ما تقارن اسعارها باسعارها بالدول العربية هي اغلب كثير لكن للمضطر يعني يقدر يلقاها المشكلة لما يبرر البعض ان اللحم عند العرب اغلى من الصينيين مثلا اللي امس حطيتها لان تكلفته اعلى المشكلة ان اثنين هم لحم محلي واحد مذبوح مثلا بيد مسلمين واحد مذبوح بطريقتهم فالتكلفة العالية عند المسلمين ابدا غير مبررة نفس اللحم ونفس البلد ونفس كل شيء فابدا ما لم يبرر ان تنباع سندويتش بخمسة باوند مطعم عربي بقيمة بفوية كامل مطعم صيني او تكون قيمة طبق عيش مع لحم بخمسة عش باوند ابدا مو مبرر عند المطعم العربية